وطيرة لقاءات المسؤولين المصريين واليونانيين إشارة واضحة على الحيوية التي تعرفها علاقات القاهرة وأثينا علاقات توجت مؤخرا بترسيم الحدود البحرية وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان تعاون وتنسيق تعززه الرؤية المشتركة للعديد من الملفات والربة الأكيدة للحفاظ على الأمن الشرقي المتوسط ورفض التصرفات الاستفزازية التي تزعزع الاستقرار خطوة ينظر إليها على أنها إغلاق لباب أطماع أنقرة التي وضعت نصب عينيها السيطرة على ثروات البحر المتوسط والدليل التودد الذي بدأ الرئيس التركي يبديه تجاه القاهرة أرحب معي في السوديو بمستشار مركز الأهرام لدراسات سياسية والاستراتيجية الأستاذ مكدي صبحي ومن أثينا أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات في جامعة كارديف متروبوليتان الدكتور عبداللطيف درويش أهلا بكما أرحب بك من جديد أصد مكدي وأبدأ معك بسؤال المحوري الآن ونحن نتابع تطورات الموقف الشرقي المتوسط هذا التعاون الوثيق الذي نلحظه والاتصالات المستمرة بين القاهرة وأثناء هل هو تعاون مرحلي أم استراتيجي أعتقد أن كافة الأمور التي تجري في المنطقة ترشح لهذا التعاون أن يكون تعاون استراتيجي في الحقيقة لأن حجم المصالح المتبادلة بين الجانبين كبير جدا وهو يزيد بالمناسبة عن مجرد التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة هناك مصالح اقتصادية كبيرة تجمع البلدين سواء على مستوى التجارة أو مستوى الاستثمار أو مستوى السياحة حتى في المنطقة كل البلدين السياحة نشاط رئيسي بالنسبة لهم طرحت في السابق بعض الخطط التعاونية في تنظيم جوالات مشتركة ما بين البلدين وبالتالي هناك أفاق واسعة لتنمية التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادية والسياسية بالطبع مع تزايد التحديات في شرق المتوسط ولكن تحديات شرق المتوسط تلقي الآن بظلالها على كل التحركات عندما يتحدث الرئيس التركي ويقول أنه بالإمكان التوصل إلى مساحة ما للتفاهم مع مصر إذا ما رجعت الاتفاقية البحرية مع اليونان أنا أعتقد طبعا هذا هو موضوع الساعة فجره بالطبع أولا الاتفاق التركي الليبي على تقسيم منطقة الحدود البحرية بين البلدين وهما بلدان ليس متوجهين بحيث يكون بينهما مثل هذا التقسيم هذا التقسيم جار على حقوق العديد من الدول في المنطقة وخاصة اليونان ومصر وبالتالي كانت المصارعة بالاتفاق ما بين مصر وليونان على تحديد حدودهم البحرية تضع حدا لهذا التدخل التركي المستفز في المنطقة طيب دعني أرحب من جديد بضيفي في أثنان دكتور عبداللطيف درويش دكتور عبداللطيف مساء الخير يعني كيف تنظرون أنتم في اليونان إلى هذه العلاقة علاقة القاهرة وأثنان وتطوراتها هل الأمر مرتبط فقط بقضية شرقية المتوسط بالتأكيد العلاقات التاريخية بين اليونان يعني ومصر هي علاقات قديمة أدكد فقط مفارقة تاريخية غير الأمور العديدة لا يمكن نحتاج لحلقات الحديث عنها على سبيل المثال حين أمامت مصر القناة السويس في ستة وخمسين وسحبت بريطانيا وفرنسا المستشارين والعاملين في القناة ظنّا منها ستنهار مصر ولا تتمكن من إدارة القناة الذي أنقذ مصر وساهم في يعني أن تتمكن مصر من إدارة القناة في تلك الأزمة هي اليونان حيث أن المستشارين اليونانيين والمديرين اليونانيين في القناة هم الذي ساهموا في النجاح عملية تأميم قناة السويس أنا ذاك المسألة الثانية هناك مائتين وخمسين شركة يونانيين تعمل الآن في مصر هناك التبادلات التجارية تتصل إلى تقريبا المليارين هناك جالية مصرية فاعلة تتجاوز الخمسين ألف بتحويلاتها التجارية هناك اتفاقية عدم الإزدواجية الضريبية هناك تعاون في مجال النقل البحري الطاقة السياحة المجال يتيح واسع جدا هناك جالية يونانية تعيش في مصر من مئات السنين متميزة في منطقة خاصة في منطقة الإسكندرية فالعلاقات واردة أن يكون عليها إمكانية البناء عليها لأن هناك عملية ثقة وهناك أيضا خصوم مشتركين حتى في هذه الحالة خصوم مشتركين لنتوقف عند تصريحات بعض الخصوم المشتركين وتصريحات مفاجئة المقصود بها هنا تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردغان الذي أرسل إشارات سماها كثيرون بأنها إشارات غزل في اتجاه مصر اشتركوا في القناة أستاذ مجدي صبحي تبعت تصريحات رئيس أردغان هل هي مجرد مراوغة؟ أنا أعتقد أنها نتيجة الأمرين الأمر الأول بالطبع هو التوصل للتفاقية الترسيم من حدود البحرية بين مصر واليونان وما تشكله من تهديدات لخطة الرئيس التركي للبحث والاستكشاف عن النفط والغاز في المنطقة كلها الأمر الثاني في الحقيقة هو التهديد بعقوبات من اتحاد الأوروبي على تركيا إذا لم تعد لخط المفاوضة حول حقوقها البحرية في المنطقة لكن وزير الخارجية التركيا يقول ليس من مهام الاتحاد الأوروبي ليس من مهام الاتحاد الأوروبي لكن لدينا هنا خطين متعارضين خطة تقسيم الحدود البحرية بينما تركيا وليبيا وخطة تقسيم الحدود ما بين مصر واليونان المنطقي في هذه الحالة هو الرجوع إلى التحكيم الدولي المشكلة أن تركيا لم تعترف بقانون البحار الدولي وبالتالي تحاول في الحقيقة بقدر من البلطاجة كبير أن تستولي على ما ليس من حقوقها بما في ذلك في الحقيقة التنقيب في جزيرة قبرص بحكم أن أو بدعوة أن قبرص التركية وهي دولة لا يعترف بها أحد سواء تركيا نفسها لها حقوق بحرية وبالتالي تناقب عن النفط والغاز في مناطق خاصة بجمهورية قبرص اليونانية دعنا نستطلع كيف استقبلت أتنا هذه التصريحات التصريحات الغزل التي أطلقها أردوغان تجاه القاهرة دكتور عبداللطيف أنا أريد فقط أن أقول لك أن زعيم المعارضة اليونانية عليكسيس تشيبرس على سبيل المثال قبل توقيع اتفاقية مع مصر قال أنه قال لرئيس الوزراء يجب أن تذهبوا إلى مصر وأن توقعوا الاتفاقية بأي ثمن مع مصر مصر قيمة مضافة في الصراع أو في الخلاف اليوناني التركي مصر قوة عسكرية قوية جدا ولها وزنها مصر لديها حقوق في المنطقة التصريحات التي صرح بها وزير الخارجية والغزر الحاصل الآن هو نتيجة فشل تركيا في الاستفراد باليونان السياسة اليونانية الدبلوماسي اليونانية نجحت في استقطاب مصر والاتفاق مع مصر الاتفاق مع إيطاليا الآن هناك وحدة أوروبية تقريبا في الموقف انخفاض التناقض بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في موضوع الغاز وهي المساحة التي كانت تلعب بها تركيا فالآن تسعى تركيا للتقرب من مصر وحتى في تصريحات وزير الخارجي قال أن مصر لا تمس مصالحنا ولكن مصالحنا مع اليونان ومشكلتنا مع اليونان فهذا للسعي أيضا للاستفراد باليونان وأعتقد أنه لن ينجح لأن العلاقات استراتيجية بين مصر واليونان لن تسمح بذلك طيب خلونا نتوقف عند رد وزير الخارجي المصري سمح شكري على ما أثير بشأن قانونية اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة توقيعنا سويا منذ قليل على اتفاق حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان الصديقة وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد سلسلة من جولات التفاوض بين البلدين الصديقين خلال السنوات الماضية وتتوافق كافة بنوده مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويتيح هذا الاتفاق لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعزيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما خاصة احتياطات النفط والغازة الواعدة ويفتح أفاقا جديدة لمزيد من التعاون الاقليمي بمجال الطاقة في زل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط سيد مجدي هل يمكن فعلا أن تراجع مصر موقفها من الاتفاقية مع اليونان حسب ما يصرح ويلمح إلى ذلك ويطلب أردوغان لا أعتقد ذلك كما عشر السيد وزير الخارجية الاتفاق هو نتيجة لتفاوض طويل المدى في الحقيقة ربما يكون ما صرع من الاتفاق مؤخرا هو ما دعته تركيا من تقاسم من منطقة البحرية مع ليبيا لكن هذا التفاوض يتم منذ سنوات وبالتالي منطقة تعيين الحدود البحرية أمر يحدده القانون الدولي للبحار وهو أمر واضح المسافة التي من حق كل بلد أن يحتفظ بها باعتبارها قالصة اقتصريا له مسألة محددة في البحر بما أن اليونان تواجه مصر في الحقيقة فيتم رسم الحدود ما بين البلدين استنادا إلى هذا القانون وبالتالي إذا تراجعنا نحن نتراجع عن القانون الدولي الذي يحفظ مصالح مصر واليونان دكتور رأى عبداللطيف وزير الخارجية اليوناني اليوم يقول الخيار أمام تركيا إما الحوار أو العقوبات هل ساهمت الاتفاقية التي وقعت مع مصر وهذا الزخم في العلاقات بين القاهرة وأثناء في أن تصبح لهجة أثناء بهذه القوة بالتأكيد دائما أنا أقول أن قوة الدولة لا تقاس بعد السكان كان خطأ في حسابات تركيا أن ترى اليونان بعشرة ملايين رغم أن اليونان تمتلك القوة العسكرية الجيدة والقادرة للدفاع عن اليونان ولكن أيضا الدول تقاس بتحالفاتها الدول تقاس بإرثها الحضاري فمن خلال التحالفات والعلاقات الدبلماسية أو النشاط الدبلماسي التي قامت به اليونان الآن فشلت تركيا في مواجهة اليونان لوحدها وأيضا لذلك حساباتهم خاطئة فالآن يجب إعادة مراجعة كل الخطوات التي قامت بها تركيا في موضوع الغاز وفي تحالفاتها فبالتالي ليس أمام تركيا سوى الحوار أو العقوبات ونحن قريبين من هذا الموضوع يوم الخميس القادم اللقاء الأوروبي نعم شكرا جزيلا لك دكتور عبداللطيف درويش في أثناء والأستاذ مجدي صبحي هنا في القاهرة وهذه بعض التغريدات التي تفاعلت مع هذه القضية محمد مرعي يقول إدارة الرئيس السيسي كانت لديها مبكرا منذ سنوات رؤية وتقدير موقف جيد عن حجم الصراع على الغاز الذي سينشأ في شرق المتوسط لذلك قامت بعمل صفقات تسليح متنوعة هيثم الشيخ يقول مصر ترفض الجلوس مع الأتراك ولم ترد على طالة تركيا إجراء حوار أمني بين البلدين بسبب نهج أردوغان في دعم الإرهابيين نور البرصي تقول أو منذر الشيخ يقول هل تذكرون عندما قال أردوغان لن أصافح السيسي لم يرد السيسي على أردوغان طوال تلك السنوات العشر ولكنه وضع له خطا أحمر نور البرصي تقول وزير الخارجية التركي مصر لم تنتهك الجرف القاري التركي خلال اتفاقياتها مع اليونان وقبرص يبدو أن تركيا لا تريد اللعب بالنار وتحسب حسابا لمصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر